السلام عليكم ورحمة الله نكمل عندنا choosing means of support طيب احنا اولا لازم نعرف شين يعني choosing means of support طبعا كلمة means بمعنى وسائل وطبعا هذه الكلمة هي تعتبر مفرد ليست جمع وبمعنى وسيلة او طريقة يعني هي ليست جمع هي اصلا مفردة يعني وسيلة او طريقة واحدة means يعني الاس هذي مؤسل للجمع هي موجودة من اصل الكلمة of support بالمعنى اختيار طريقة لتطوير الانشاء تعتك كيف انا اقدر اطور الانشاء طيب احنا طبعا عدنا اكثر من طريقة حتى اقدر اطور الانشاء ماتي سين يقول هنا منطيني يقول هل ستتحرك كل هذه المهمة بمعنى بمعنى ومعنى 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 هذا الانشاء وليد اكتب عنا تفاصيل اكثر وانطاني مواضيع قال لي what freedom means to me ما الذي تعنيه الحرية لي اني احب السباحة الوظيفة المثالية طيب الآن شنه يعني details يعني انا الانشاء اللي راح اكتبه مثلا انا عندي عنوان خلينا اقول الزواج في بلدي الزواج في بلدي لازم انطي تفاصيل عن عن هذه الموضوع افصل انطي تفاصيل عنه مثلا ideal job يعني وظيفة تفصيل يعني انطي تفاصيل عن هاي الوظيفة المثالية فهذا يعني details يعني راح انطي تفاصيل لي حلو زين شنه يعني الexplanation يعني راح اوضح الموضوع مالتي اوضحه يعني مثلا الويدنج in my country اوضحه الويدنج in my country كذا وكذا 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 اوضح عنه واشرح عنه طيب شنه يعني example يعني انطي مثال انطي مثال على هذا الموضوع انطي مثال وهذا الموضوع يبقى مثل ما ذكرنا قبل ونرجع نعيد الموضوع يبقى open يعني it's up to you it's up to you اولا يقول what's freedom means to me ما معنى الحرية بالنسبة الي طبعا انا كشخص لو واحد اجاني هذا العنوان وقال اكتب عننا اي طريقة راح اختار راح اقول الexplanation ما هو معنى الحرية اوضح هذا الشي ما معنى الحرية جي واحد يقول لا detail انطي تفاصيل كلامك صحيح طيب ثانيا unusual holiday عطلة غير طبيعية او غير اعتيادية انا كمثال بشخصيا اختار example انطي مثال على سبيل المثال والاخر wedding in my country العراس في بلدي ممكن ترهم details عليها ممكن ترهم عليها explanation اعتقد example بعيد عنه مثال بعيد why I don't like swimming ليش انا ما احب السباح ممكن يكون explanation توضيح the ideal job ممكن يكون details انطي تفاصيل عنه طيب هنا عدنا سابعا يقول develop your own paragraph طور الانشاء خاص مالتك look back at the topic sentence wrote in unit 2 exercise 6 and on age 18 follow these steps طيب هان عند الخطوة الاولية يقول choose one that you would like to develop into a paragraph نختار عنوان من unit 2 التمرين السادس اللي هو page 15 page 15 ذن العناوين اللي عندي انا عندي ذن العناوين اختار واحد من عدن اختار واحد من هذه العناوين انا كشخص راح اختار favorite place to relax مكان او favorite food to eat وجبة معينة للتناول نقول احنا على سبيل المثال خلينا نقول favorite food مثلا الوجبة المفضل اختارينا هاي الخطوة الاولى سمينا ثانيا trainstorm some ideas using by method you like اختار الطريقة المناسبة حتى تحصل بها على افكار جمع عليها افكار مثلا راح نختار طريقة المابينج اللي هي طريقة الخرائط او طريقة القوائم القائمة اللست القائمة طيب مثلا راح نختار اللست زين راح نكتب كلمات عن وجبة الطعام معين مثلا خلينا نقول وجبة البرياني هذه وجبة البرياني اريد نكتب عنها وجبة مفضلة يعني راح اكتب عنها الوجبة اكتب عن اصلها وشلون الصيف اجي راح اكتب كلمات عنها list وطور انشائي develop your paragraph with supporting sentences ويجمل داعمة او جمل تسنل بها هذا الانشاء راح مثلا اكتب على سبيل المثال برياني نكتب عنها بالبداية نقول my favorite food to eat is برياني طيب نكتب عنها الوجبة اقول it is cooked in iraq او it comes it's very common dish in iraq they're common جدا مشهور وزوة مشهورة جدا بالعراق and it is about وهي عن rice and something وإلى آخر وضيف المشيل المصنوعة واكتب عنها عن هذه وآخر شي أسوي concluding sentence هاي كتبت انشاء عنه طيب الخطوة الرابعة يقول exchange paragraphs with a partner يعني معناها بدل الانشاء وي اصدقائك وشوف انت و اصدقائك وتناقشوا بهذا الموضوع طيب الآن عدنا فتشي اسمه ال concluding sentence اللي هي جمل الساندي how to end a paragraph how to end a paragraph كيف تنهي الانشاء تعتك the final sentence of the paragraph is called concluding sentence آخر جملة بالانشاء تسمونها اللي هي ال concluding sentence it sums up the main points or restates the main idea وهي تعيد صياغة نفس الجملة اللي أنا أحك عنها قبل شوية تحك عن البرياني حتش شلون وإلى آخره وبعدين أرجع النوب أذكر عن البرياني آخر شي أقول to sum up I think the best the best Iraqi dishes is برياني في رأي شخصي أعتقد أن أفضل وجبة عراقية هي البرياني عيدة صياغة نفس العنوان أو مثلا أفضل وجبة للأكل هي البرياني مثلا أو أعيد نفس الموضوع اللي أنا كتبته بالأصل وأعد و يعني أعيد صياغتي يعني أنطيع لي جملة ختامية لأن الجملة الختامية لازم تكون مرتبطة بالأصل إذا أجعت حاول تركهون الفيديو ترجعون على هذا الفيديو وتكملون طيب يقول هنا رميز the reader of what's the writer the main idea إذن بهذا إحنا رح نحاول نذكر القارئ عن شو قاعد نتكلم حتى ما تتيه الفكرة الأساسية A sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way perhaps by using different words or by using different words ممكن ترتب الكلمات بطريقة أخرى مثلا أقول بالبداقة the best the best favorite my favorite food to eat is برياني بعدين أقول آخر شي بالأخير أقول برياني to sum up أو finally برياني is the best is my best favorite food يعني بالبدأ قلت ضعام المفضل هو دورياني بعدين نقول برياني هو أفضل ضعام يعني بدلت الكلمات هذا هو المقصود بي هذا هو المقصود بي أك انكلو سنتنس should not introduce a new point دائما الجملة الختامية ما يصير تبدي بيها ب نقطة حديثة فالشغلة جديدة يعني أنا قاعد أكتش عن البرياني وأرجع نب أقول بالأخير أن شاء أقول في الحقيقة وفاينالي برياني and dolma is very two common foods in Iraq يعني البرياني والدولمة أطعم جدا شائعة بالعراق طيب أنت حكيت عن البرياني من أين جمعت الدولمة بالأخير هنا هذا خطأ كبير جدا دير بالك ترتكب لازم ترجع بالأصل تعيد على نفس الكلام وتحكي عنه وتحكي عنه ثامنا read examples in the exercise 3 and 4 H18 again and align the concluding sentences الآن إحنا عدنا صفحة 18 يقول صفحة 18 آية يقول إقراهن وطلع عندنا اللي يريد من عدنا حسب ما يقول هنا read the concluding sentence جملة الختامية الآن إحنا إحنا حلينا هذا ونعرف شنو الجملة الختامية دائما الجملة الختامية هي ذكرنا أنه ملخص للموضوع مان كله ملخص للموضوع مان كله أعتقد هي منا وراح أعمل أنت وزميلك تأخذ 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 فراغراف ملخص 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 هل الموضوع الموضوع تأخذ بإمكانك 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 أو إمكانك إمكانك هذا الإنشاء ونعرف هل هذا الإنشاء مالتي بيحتوي على أي طريقة استخدمت به من خلال الانشاء من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال وهل هناك جملة ختامية لو لا سيركل يس أو لا إذا لا لدي جملة ختمية حسنا ون لدي مالتي ون وبعدين إذا لم تجد جملة ختمية حاول أنت تكتب الضيف من عندك الآن نأتي إلى الإنشاء طيب نقرأ الإنشاء يقول الإنشاء لا نسى شنو مطلب الإنشاء أول مطلب يريد نختار الطريقة شنو الطريقة اللي اللي استخدمت هنا علشان يطورون الإنشاء آي واحد ثانيا يريدون يريد نشوف إذا عدنا الإنشاء نقرأ الإنشاء ولكن لا يكون الفيديو طويل وممل حتى الدراسات البسيطة القراءة الشوية ممكن يطور درجتك بدا يحكي عن الدراسات وعن الجامعة بعدين بالإنشاء آخر إنشاء قال قال إن سيسي ترى كيف إستخدم الكثير يمكن تحسن إستخدام إستخدام الإنشاء في المنزل المنزل وفي البداية هش حتش حتش عن العادات عفوا أنا نسيت ما قلت لكم هو حتش عن العادات البسيطة اللي يتحسن من درجاتك هذي بالأساس حلو زين وبعدين قال قال النوم الكافي قد يحسن من أدائك أو من الممكن أن يحسن أدائك لأدائك الدراسي يعني النوم القليل النوم الجيد يحسن من أدائك الآن بالأصل هو عن الأشياء كان يحكي كان يحكي عن العادة اللي يتحسن درجتك وبعدين إشقال قال إذا تنام زين تحصل على درجة زين إذن هناك هناك كينكلودين سنتنس ليش لأن عادت لنفس الأصل عادت للعنوان نفسه وغيرت بي شوي زين شنو الطريقة اللي استخدم هنا استخدم الإكزامبل أنطى مثال قال عادات وبعدين أخذ واحدة من العادات اللي هي النوم وشرحها وبعدين عادت جملة عنها إذن الوسيلة اللي اختارها بهذا الإنشاء هي وسيلة الإكزامبل ونعم يوجد هناك عندي توبك الإنشاء الثاني يقول موضوع المفضل أو المادة المفضل هي العلم النفس اللي هي سيكولوجي طيب يقول I enjoy learning about ways people think لنحشينا عن شون التفكير والى آخره الآن الطريقة اللي استخدمها هو هنا هو استخدم اللي هي الديتيلز انطينا تفاصيل قال أنا حب السيكولوج وبعدين بدأ يشرح شلون يحب هو الآخر هل يوجد في هذا الانشاء يقول I'm also interested in learning about ways children mind develop لأن هذا الانشاء أصلا هو عبارة عن صدر أصلا هو منشاء يعني لأن إنشاء لازم يكون خمس جمال فما أكثر لذلك لا يوجد عندي توبك لأن ما عدنا على نفس الموضوع عن السيكولوجي أصلا ولا سيكولوجي في نهاية الجملة قال أنا أحب أطفال أصلا الأطفال جاهم على عنوان السيكولوجي طيب أكون جملة لازم نكتب جملة من عندنا إحنا راح نختار جملة الكتاب اللي هي مكتوبة يقول learning about how the mind works makes psychology my favorite التعلم كيف أن الناس أو كيف تفكر الناس هذا الشيء ما جعل علم النفس هو يأو شيء أحبه جدا عدنا نفس العنوان وهو سيكولوجي بدنا نحتي النشاء الثالث يقول I am too nervous to sing carouac songs with my friends يقول I am too nervous to sing songs with my friends للأغاني ومع بعض الأصدقاء حتش عن هذا الأغاني last time I tried to on birthday when we muck to took المهم ما أخذين نادي ورايحين ومغنين مغنين أو إلى آخر الآن هما بالنشاء سوى قال آني جدا يعني مرتبك nervous معناها مرتبك معصبي من أغني هذا النوع من الأغاني طيب و يعني لذلك بدأ ينطينا على سبيل المثال آني آخر مرة رحت بيها إلى هذا الحفل كذا وكذا وكذا إذن هنا نطعنا مثال نقرأ آخر جملة نشوف هل الكاتب استخدم جملة ختامية وعادها على نفس الموضوع اللي هو قال آي آي مرتبك كذا لسحب بإصلاح حتى ما كان نقرأ من ويقف هذا يقول آني انتظار الحد ما صديقي طيب هذا الموضوع ما مرتبط على أن آني نيرفز على الأغاني مع بعض ما ما لها علاقة إذن لا يوجد عندي أي جملة تختمل إن شاء موجودة جملة هو يقول I will never try to sing أنا ما رح أحاول أغني هذا الشيء أبد ليش لأنه تبهذل من راحب ارتبك وهذه الأخرين هل الجملة هذه اللي مكتوبة هنا بالحل عادت لي نفس الفكرة بالأصل نعم عادت لي ليش لأنه قال أنا عصبي أو عفوا أنا مرتبك أنا مرتبك حتى أغني هذا النوع من الأغاني بعدين بالأخير قال بعد أبد ما أحاول إذن عادت لي نفس الموضوع عادت لي نفس الموضوع نأخذ العنوان الإنشاء الآخر يقول I will never eat dinner at the little french ما رح يأكل بهذا المطعم وآخر شي يقول I will not visit that restaurant again يعني هو هنا قال أنا ما رح أكل بهذا المطعم أبد وبعدين قال I will not visit إذن هنا عندي concluding sentence عندي concluding sentence الطريقة اللي اختارها details تفاصيل أنت التفاصيل على هذا المطعم واضح لي عنه حشاء لي عنه طيب هنا عندي يقول for me a friend is someone who accept you that you the way you are أنا بنسبة لي الصديق الصحيح هو اللي يقبلك على عيوبك خلينا نقول يعني طيب يقول آخر جملة يقول I like people who do not care of the people they are with wearing بحيوبيلار هنا ارتداء الملابس وبالاصل ما حتش عن ارتداء الملابس يعني هو حتش عن استقبال الناس الآخرين فهذا هنا بهذه الجنشة ما عندي آني concluding sentence يعني راح نقول طبعا هنا منطينا جملة مقترحة I like someone likes me the way I am is good friend إذن حتش عني a good friend for me حتش عني هو نفس الأصل وعاد لي بي طبعا الطريقة اللي مستخدمة هنا هي الexplanation وضح هذا الشيء أكيد وضح هذا الشيء طيب الآن ننتقل إلى a peer editing what is a peer editing showing your work to another student is very useful to way to improve your writing this is called peer editing هذا تعريفة طبعا شنو معنى peer editing يعني معناها آني أخذ الإنشاء وشوف الصديقي أو الأستاذي يعني ويعدلي علي أو يناقشني به هذا هيتش وهذا كذا هو هذا معنى peer editing هذا هو تعريفة فمثلا أنا كتبت إنشاء مثلا ولقنا بأخطاء مثلا بدلا ما أنا كاتب was not very good can you make this stronger مثلا على سبيل المثال يعني أغير فتشغلة صديقي يقول لي ليش ما توضحها I tore my tights explain you tore them وضح هنا هذا صديقك يناقشك مثلا same هذا توبك تعيد يعني يعني واحد مثلا كتب إنشاء على أنه صديقة صديقة هذا دائما نقول عليها صديقة بخيل جدا وسيء مثلا بعدين أتذكر لا صديق مرة عزمني وهذا يعني رجل زين أنا أخطأت أعدل هذا الشيء أكتبه مثلا أنا استخدمت كلمة خطأ بعدين منا رجعنا بعيدها مرة ثانية راح أستفاد من عيدها فلذلك يعني هو هذا معناه لأنه نراجع الإنشاء ما لتنه طيب عندي الجملة رقم عشرة يقول انظر على المساعدة المساعدة على المساعدة المساعدة على المساعدة المساعدة انسر هذه المساعدة مع المساعدة يقول باوع لي على هذا الإنشاء وجاوب على هاي لسئلة أنت وزميلة هذا طبعا مفروض يكون بالصف مثلا راح نحاول انحل كم نقطة من عنده يقول كم عدد التعليقات قمت بصف ثم نحن إلى الفيلم كيف شعرته بذلك؟ كيف شعرته بذلك؟ كيف شعرته بذلك؟ كيف شعرته بذلك؟ حدد لي الأسئلة و حدد لي التعليقات حلو، هذا سهل السؤال آخر يقول لماذا تعتقد أن يبدو أن يكتب أحد أسئلة قمت بسؤال ليش مرات الواحد لازم يكتب سؤال؟ أكيد هو يكتب سؤال على مود يوضح على مود يريدك أن تجاوبه لأنه ممكن ألفت فكرة معينة يعني سؤال آخر يقول لماذا تعتقد أن تعتقد أن التعليقات التوبيقية و التعليقات التوبيقية ليش هو أشر على التوبيق و التعليقات التوبيقية طبعاً أولاً هذا شيء جداً مهم ثانياً لا نسأل أن لازم لدي التعليقات التوبيقية و جملة ختامية تتحدث على نفس الموضوع فإذا كان موضوعك لا يتحدث على نفس الشيء سنأشر على إذن هنا أكيد خطأ لمن أشر على وهذا الشيء جداً مهم لماذا أأكد منه و هذا الصديق لمن أشر على لأن هذا الموضوع جداً مهم إذا لم أقبت لي كل الموضوع و من خطأ كبير خطأ لأنه هل تتعلم ببعض الإنترى؟ ما هي أن تعتقد أن الكاتب سنفعل الإنترى؟ ما هي أن يتعرف أن الكاتب سنفعلت الأخطاء؟ لماذا يتعلم الكاتب سنفعل الإنترى؟ لذلك نتعرف عن أسباب التي تدعونا للقيام بالتعديلات يجب ان تضيف تفاصيل او نوضح فاتشغلات معي ثانيا شيء غير مرتبط لذلك زميلة راح يعدلنها او يشوف راح رأي بها بعض الاحيان اشياء مرتبطة انت ضايفة فزميلك يعدلك عليها هناك اشياء من الصعب ان تفهمها لذلك انت لمن تكتب انشاء الآن انت من تكتب تحسها سهل واضح لان انت اللي تكتب بس غيرك اللي يشوفها لا راح يسأل شينها هي لذلك ضروري جدا تشوف الزميلك ضروري جدا تشوف الزميلك طيب كيف اعدل كيف اعدل حاول انت كالشخص شون تعدل اولا لازم تقرأ الانشاء مرتين ثلاثة اربعة ولازم تسأل نفسك سؤال عن شن دايحش هذا الموضوع وشن الهدف من الكتابة لازم تسأل نفسك هالاسئلة اذا انا لما اريد اشوف انشاء وريد اشوف الصديق وريد اعرؤ اشوف صح لو خطأ لازم اسأل نفسي اولا عن شن يحش هذا الانشاء وشن الهدف من عندك اوكي هاي الشغل عرفناه طيب وراها يقول لازم تعيد القراءة مرة ثانية ومنا تعيد القراءة ساكند ريدينج ساكند ريدينج ها دير بالك يعني ببطء على رسلك حلو وتروح على التفاصيل وتشوفها حلو بعدها شن سوي يقول لك فور تابك اريد العنوان مال الجملة يروح مربوط ويكينكرو ديكسان تسلو لا فهو على هال الملاحظة ايضا حتى تشوف انشاء صح لو غلط طيب لا توجد مكان مكانك تشوف انشاء صحة ويكتب او مهمة اذا شفت شغلات ما فتهمتها الشرع ليها طيب لت ذا رائتر نعرف ايضا حتى تكتب او مهمة او مهمة وخلي الكاتب زميلك لما يكتب قل لعاشاتيدك هاي خوشنقطة هاي قوية وهاي حلوة هيج على مد يعرف هو كتب فوقت صح و فوقت غلا سيركل او اندلين فريز سنتنس واختار نقاط اللي انت تريد تعلق عليه او اللي تريد تسأل عنه هاي شغلات اللي تعلمك شون انت تعدل على انشاء زميلك الان 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 for each pair of sentence اعجبتني هاي النقطة لما احب واحد يسألني هاي شي يقول لي تقدر تخلى هاي نقطة شباية اقوى ما واحد يقول لي هاي ضعيفة احب هاي دائم يعني حاول تستخدم هاي الجملة لما انت تشوف نقطة ضعيفة هل تذكّرت الجملة الختامية؟ هل تذكّرت الكثير للخثامية؟ هل تذكّرت الجملة الختامية؟ ليس لك ها لم تذكّب التجملة الختامية؟ لا هذا أحلى احب استخدم هاي هل تذكّرت؟ دائم اتضع لك لا تنسى الكثير من الشباب هاي لكي لم تذكّب شئ ما أنت مكتبت فاذا شيء واضح واحد يظهر تكبر التطبيقات افتح بشورك اوضح لأكثر عن كذا وهنا طبعا هذا الموضوع يعني اخوان اولكم مجرد اولكم يعني احنا نختار الجملة اللي تناسبها واللي نختارها لزمين اغلب الطلاب والاسات الذين يتركون هذا الاشياء ولكن انا حبيت اوضحها لكم حبيت اوضحها لكم read this paragraph بشكل عالي بصوت عالي وعد لانت واصدقائك وعد لانت واصدقائك طبعا هذا واجب عليكم اريدك انت تعدل ليا وادزل ليا على تليجرام وطبعا انا راح اقول لك هذا اشتيدك وهذا صح وهذا خطأ ومعرف التواصل بالوصف عدنا هنا details مراجعة اسئلة details give more specific information than the topic sentence طبعا الاجابة اكيد صحيحة هي details هي تنطيق التفاصيل unexplanation tell the reader what something is or something or how it works يقول بالنسبة للexplanation يوضح للقارئ ما هو الشيء وكيف هو يعمل اكيد صح اكيد صح يقول a detail usually a short personal story يقول detail هي عبار عن قصة لا غلط detail هي مو قصة يقول the concluding sentence uses the same words as the topic sentence الجواب خطأ the concluding sentence هي ما تستخدم نفس الكلمات بالضبط تستخدم نفس الفكرة بنفس المعنى the concluding sentence should finish the paragraph with a new idea يقول a peer editor should mark any spelling and grammatical mistakes carefully لا الممكن يقول صح بسي خطأ الpeer editing ما لا علاقة بالاسبار ويحدش عن المينيق فقط يعني عن الشغلات اللي اقتراحات يعني بالنسبة للجي يقول a peer editor should give some positive comments ياس اكيد لازم يطينا فاتشغلات ايجابية يشجع H يقول peer editing helps the writer not the reader يقول الpeer editor يساعد الكاتب ما يساعد القارئ خطأ هو من راح يساعد الكاتب اكيد القارئ هم راح يفتهم I if a peer editor can't understand something إذا الpeer editor ما فهم شي then you know he or she was very good reader يقول إذا القارئ ما فهم شي إذا القارئ ما فهم كتابتك يعني هو القارئ إذا ما فهم كتابتك أكيد يعني مو معنى أنت زين يعني هناك مشكلة يعني هو هو الوجهة الخارجية إليك فهذا جواب قطأ يعني وآخرا a peer editor should be able to identify your topic منين هذه أن تكون إكسنت يقول الشخص اللي يقرر إن شاء مالتك اللي يساعدك لازم يفهم إن شاء مالتك وتفاصيل جوابك صح إذا ما فهم أنت عندك يعني ضعف في نقطة معين لهنا نتوقف بهذا الفيديو أتمنى منعودكم تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات إلى بقية زملاك تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته